وتأتي أعظم بقاء الأرض ألا وهي المسجد النبوي الشريف والحجرة الشريفة التي كانت مرقدا له في حياته ورياضا له بعد انتقاله حجرة أمنا عائشة نعم سبحانك يا الله أكرمته وحققت له سؤلة وحققت له أمره ونفزت له ما يشتهي صلوات الله وتسليماته عليه وبقعته التي ضمته قبعا رياض من جنان مستضيل وفي القبر الشريف تراه حيا إلى كل البقاع له وصوله وكل الأنبياء وكل الأنبياء كذاك حقا بأجداث لهم ظل ظليل ولم تعرف مقابرهم بأرض يقينا غير ما سكن الرسول صلوات الله وتسليماته عليه فنحن لا نعرف أين دفن آدم وهو أول نبي وهو أبو البشر نحن لا ندري أين دفن يعقوب نحن لا ندري أين يكون مقر عيسى المسيح وقد رفع مكانة ومكانا وسينزل كما خبر الصادق الوعد الأمين سينزل ابن مريم عند المنارة البيضاء بدمشق ليعيد العدل إلى الأرض ويصلي خلف رجل من أئمة المسلمين فقد نزل تابعا لسيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم كل أنبياء الله هناك شك أينما دفنوا لا ندري ما هي إلا اجتهادات ولحكمة يعلمها الله لكن من خصوصيات نبينا المصطفى وحبيب ربنا المجتبى أنه لم يكن له ظلم وأنه كان يرى من خلفه كما كان يرى من أمامه وأن مكان رقدته ومرضه وموته وغسله وتكفينه وتلحيده عرف وما زال منارة للقاصدين وأملا للزائرين تقف أمام المقصورة تقول له السلام عليك سيدي يا رسول الله فينظر إليك ويستمع إليك ويرد السلام عليك فتسأله الشفاعة فينادي عليك يوم الزحام وجبت شفاعتي للمتزاورين نعم يا سيدي كل من وقف أمام المقصورة الشريفة هناك في الروضة وقال أغثني يا حبيب الله يوم الزحام أدركني يا رسول الله يوم القيامة والأهوال فإذا بك تسجل عنده وينادي عليك يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وكل شيء يتغير ويساق الناس إلى أرض المحشر حيث لا سماء ولا أرض حيث لا شمس ولا قمر لكنهم يحشرون تحت الجسر وفي الظلام الدامس حتى إذا ما أقبل المولى في عليائه وتحرك عرشه وكرسيه يستنير المكان وتستنير البقاع وينظر الناس بعضهم إلى بعض من أين جاء النور فيأتيهم النداء من سرادقات الكمال والجمال والجلال وأشرقت الأرض بنور ربها فاللهم عمنا بفضلك يوم تشرئب الأعناق وتتفتح العيون وتتطلع إلى صاحب العرش وإذ به يأتي وقد سبقه سبعون ألف يجرون زمام الكرسي والعرش وهنا يأمر مولانا أن ترفع الحجب وأن تكشف الستائر وينظر ربنا إلى الخلائق نظرة عطف ورحمة يا عبادي ويا عبادي أنا السلام وأنتم المسلمون وأنا المؤمن وأنتم المؤمنون وأنا الواحد وأنتم الموحدون هذا جمالي فشاهدوه وهذا جلالي فعظموه فتشرئب الأعناق وتتفتح العيون فما أعطي المرء يومئذ أجمل ولا أنبلى ولا أحلى ولا أصفى ولا أشهى من لذة النظر إلى وجه الله الكريم اللهم حقق واستجب اللهم حقق واستجب حقق لنا الرؤية يا ربنا لنراك في جلالك وبهائك فمن نظر الله إليه لا يعذبه أبدا ومن تبسم الله له فلن يرى النار أبدا اجعلنا من عبادك اجعلنا في سلك أوليائك ارزقنا النظرة ولزة النظرة إليك يا ربنا واجعلنا دائما من أهل الحضرة لا تباعد بيننا وبين ما نشتهي بين ما نطمع وما نريد والله ما نريد إلا رضاك يا رب والله ما نبغي إلا رضا رسولنا علينا اللهم اجده عنا خير الجزاء جعلت الزيارة مراتب وفضل بعض الناس على الناس فأفضل القرون ذلك القرن الذي زانه حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم نعم يا سيدي كلما عدنا إلى الوراء وجدنا الطهر والعفة وجدنا العلم والحكمة وجدنا أركان الكون وأوتاد الدنيا علماءنا الأفاضل مشايخنا الكرام كل أصحاب الفضل علينا جيلا بعد جيل من واصل إلى واصل إلى ختام النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم نعم يا سيدي ثم جعلت أصحابك السابقون نعم والذين وقفوا بجوارك واستجابوا لدعوتك وتحققوا بحلمك أولئك المقربون ثم يا سيدي ذلك الجيل الفريد من العشرة المبشرين وقادة ألويتك وجندك الميامين وكل من اكتحلت عيونهم برؤياك وأنت سيد الأولين والآخرين نعم هؤلاء الذين بايعوك تحت الشجرة هؤلاء الذين سعدوا بالجهاد أمامك هؤلاء الذين فازوا بالصلاة وراءك هذا الجيل الذي صنعته فحمل راية الإسلام وطاف بها في كل الدنيا في كل الأركان رفعين الراية خفاقة عالية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم نسمع أن نبيا من الأنبياء بشر أتباعه بالجنان إلا أنت يا رسول الله لم نسمع أبدا أن رسولا من الرسل الله العظام بشر أحدا بعلو المقام في جنات عدن وفي الفردوس الأعلى إلا أنت عندما بشرت أصحابك يا رسول الله يوم أن قلت يا أبا بكر ألا يكفيك أن يكون قصرك مقابل قصري في الجنة لقد دخلت الجنة مع جبرائيل فسمعت نهنهت ونحنهت عمي الحمزة سيد الشهداء نعم لقد رأيت جعفر بن عمي ابن أبي طالب وله جناحان يطير بهما في الجنة حيث يشاء نعم يا عمر بن الخطاب إن الله جعل الحق على نسانك وقلبك فأبشر بالجنة يا عمر عثمان ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم فهو ذا النورين الرجل الوحيد في دنيا الله منذ بدء الخليقة وإلى قيام القيامة الذي يجمع بين فتاتين بنتين يكون والدهما نبيا بل خير الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت أخي في الدنيا وفي الآخرة من كنت مولاه فعلي مولاه يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى نعم يا سيدي البشريات تترى على لسانك تزفها مع التحايا لتضمئن أصحابك ورفقاء دربك الميامين ضلحة بن عبيد الله في الجنة فهو شهيد عبد الرحمن بن عوف أيضا من الذين بشروا بالجنة ستدخل الجنة يا ابن عوف حبوا إن شاء الله نعم يا سيدي سعيد بن زيت نعم ابن عم عمر وزوج أخته فاضمة بنت الخطاب راوي حديث العشرة وبأدبه وبحيائه قال لقد بشر النبي المصطفى والحبيب المجتبى سلوات الله وتسليماته عليه بشر عشرة من أصحابه بالجنة فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وأبو عبيدة في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة نعم يا سيدي ثم سكت عن العاشر سكت عن العاشر أدبا وخلقا وحياءا فسألوه أخبرتنا عن عشرة فلقد ذكرت التسعة ولم تذكر لنا العاشر فقال والحياء يملأ وجهه العاشر هو سعيج بن زيد أرأيتم 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 هذا العدب والخلق الرفيع لو أن الإنسان من اليوم جاءته علاوة لملأ الدنيا سعادة ورقصها لو أن الإنسان منا تملك شيئا من العقارات أو اشترى شيئا من الأفدنة لأقام الدنيا ولم يقعدها وهؤلاء بشروا بالجنة وكانوا يمشون بين الناس على استحياء كانوا يمشون بين الناس تعلوهم الأخلاق هم يستحقون يا سيدي فهم أهل الله وخاصته وهم أصحاب النبي وتبعته رضي الله عنهم وهناك الكثير ليس الأمر حصريا لهؤلاء العشرة الكرام الكبار الأكابر الأماجد الأماثل لكن هناك من بشرهم النبي فرادا ذكورا وإناثا نعم يوم أن جاءت أم حارثة بن سراقة تبكي وتولول يا رسول الله خرج ولدي الوحيد يجاهد معكم في سبيل الله وقد رجعتم منتصرين زفركم الله ونصركم الله ورجع الشباب ورجع الرجال وإني أفتقد ولدي يا رسول الله وهو ابن وحيد فأخبرني يا رسول الله هل أسر هل قتل قال لها النبي وما تفعلين أمام أمر الله قالت لا لا والله يا حبيب الله إن كان ولدي قد قتله الكفار وأصبح قتيلا أنا لأفعلن كذا وكذا 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 ما يفعله البشر حزنا على أبنائهم نعم أما إن كان ابني قد سقط شهيدا وارتقى إلى الله شهيدا فخبرني فمنك البشرى وأنت الهادي البشير فقال لها حضرة المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم أوهبلت يا امرأة أوهبلت يا امرأة أبنك في الجنة أهي جنة واحدة إنها جنان وإن ولدك قد أصاب الفردوس الأعلى فقالت بخن بخن لك يا حارثة بخن بخن هنيئا لك يا ولدي فقد بلغت المرتقى وعند الله يوم القيامة الملتقى نبينا يوزع الهدايا على المستحقين نبينا يزف التحايا لأحبابه ولكل الموالين نعم لم ينسى أحدا من عطائه لم ينسى أحدا من إفضاله وإنعامه ألم يقل لنا أنا جد كل تقي أنا جد كل تقي نعم يا سيدي مقامك محفوص فأنت ابن عبد المطلب سيد سادات مكة أباؤك العظام وأجدادك الكرام وما زال ربنا ينقلك بين الأصناب الظاهرة والأرحام الفاضلة فانتقلت من ظهر إلى ظهر ومن رحم إلى رحم وقد خرجت نظيفا من كل أدران الجاهلية لم يصبك من رزاز الجاهلية شيئا حتى افتخرت وقلت أنا خيار من خيار من خيار نعم فإن الله تبارك وتعالى اصطفى آدم واصطفى من آدم إبراهيم واصطفى من آل إبراهيم إسماعيل واصطفى من آل إسماعيل بني كنانة واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشف واصطفاني من بني هاشف فأنا خيار من خيار من خيار بك يا ابن عبد الله قامت سمحته بالحق من ملل الهدى غراء يا من له عز الشفاعة وحده وهو المنزه ما له شفعاء اللهم ارزقنا شفاعته وارزقنا زيارته اللهم لا تباعد بيننا وبينه اللهم اجزه عنا خير الجزاء هناك من يذهب للزيارة وهناك من يذهب بالطيارة هناك من يطوف حول العرش وهناك من يدور حول الفرش انما هي مراتب وانما بعث وفض الله الشوق بعثهم الحب فالواجب علينا ان نستسمر اوقاتنا وان نجعل من اموالنا سببا لكي نذهب الى هناك فالسعادة كلها هناك والهناء كله هناك وضمان الشفاعة هناك وتمام الزيارة هناك وتحقيق الرضا والرضوان يبدأ من هناك انك تذهب الى الله في بيته المحرم انك تقف خاشعا امام مقصورة نبيك الاعظم تسأله الشفاعة تسأله النجاة تسأله الاغاثة ورسول الله لم يخيب احدا ولم يرد احدا صفرا حقيقة